موسيقى في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة أن خلافات كبيرة بين القوى السياسية والأحزاب والفصائل الشيعية بشأن توزيع الحقائب والمناصب الأمنية تؤخر تشكيل حكومة السوداني وبحسب المصادر فإن حركة حقوق المقربة من كتائب حزب الله العراقية تتنافس مع حركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي على تولي جهاز المخابرات في حين تسعى ما تعرف بكتائب الإمام علي للحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي التي يفاوض رئيسها فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية متنافسا مع عضوين آخرين في الإطار التنسيقي وشهد العراق انفراج حذر بعد انتخاب البرلمان عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية والذي بدوره كلف محمد شيعة السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تشكيلها لأكثر من سنة إلا أن الخلافات الواسعة بين القوى الشيعية بشأن المناصب الوزارية قد تؤخر إن لم تعرقل بشكل كبير ولادتها